السلام عليكم وراء الله وبركاته وحباك في سنة ثانية عدالة ازيك وعملين ايه يا رب دمان تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله اول حصة في الوحدة التانية باذن الله ولذلك عليزي المشاهد اولا وقابل اي شيء اللايك الجميل ما بياخدش منك سواني مش يكلفك اي حاجة ولكن بيدعم الفيديو جدا واكيد تشارك في القناة لو انت مش مشارك يا صديقي ورعتك قلمة كوبايت الشاي الجميلة بتاعتك لو انت تفرج بالليل بتفرج الصبح قول اللهم ايني صاحب ويلا بينا الوحدة التانية بقى يا اصدقائي بتتكلم عن القوى الصحيحة السالبة وغير السالبة يعني المجابة والسالبة اه برضو ايه هي القوى الصحيحة ديت اللي هي الاسس اللي احنا خدناها في سنة اقول اعدادي بس ساعتها كنا لسه ما خدناش الاعدادة الحقيقية ما كانش لسه نعرف حاجة اسمها جذور المرة دي بقى احنا خدنا الجذور بتاعت الاعدادة الحقيقية فالسنة دي ان شاء الله في الترمي ده في الوحدة دي هناخد قوانين الاسس تاني المجابة والسالبة مع الاعدادة الحقيقية كلها اللي فيها جذور ونشوف ازاي نحلها مع بعض نراجع كده مع بعض على قوانين الاسس بسم الله الرحمن الرحيم 11 قانون يا اصدقائي لا اكتر والاقل نفهمهم دول هنحل بيهم ان مسائل بتاع دارسنا النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة في الضرب بنجمع الاسس لو عندك الف اسميم مضروب في الف اسنون وخد بالك انت عندك حاجة اسمها الاسس وحاجة اسمها الاساس العدد اللي فوق السغنون ده هو هو الاسس واللي تحت اسمه الاساس امتى بجمع الاسس لو كان الاساس زي الاساس بص الف والف الاساس زي الاساس ساعتها في الضرب اقدر اجمع الاسس يبقى الف قص ميم زائد نون خد مثال تلاتة قص اتنين في تلاتة قص خمسة مش تلاتة وتلاتة يعني الاساس زي الاساس اه حط تلاتة واحدة بس واجمع الاسس يبقى تنين زائد خمسة ليه بتسوي تلاتة قص ايه قص سبعة ده اول قانون التاني في الاسمه بنترح الاسس في الضرب نجمع لكن في الاسمه نطرح برضو الف قص ميم على الف قص نون يساوي الف قص ميم ناقص نون خد مثال خمسة قص اربعة على خمسة قص تلاتة يعني خمسة قص كم بقى اربعة ناقص تلاتة ايه واحد هنا واحد بس القص واحد ده ما بيتكتبش هو اصلا اي عدد في الدنيا ما فيش فوقيه قص بيبقى القص بتاعه واحد مش مكتوب تمام القانون التالت بقى يا صديقي نقدر نوزع القص على عملية الضرب والقانون اللي بعده قانون الاسمه نقدر نوزع القص على الاسمه مش فاهم ازاي عندك الف في به مضربين في بعضه وهم الاتنين عليهم قص ميم تقدر توزع القص على الالف وعلى البه فتقول لي الف قص ميم في به قص ميم بدل ما هم الاتنين كان عليهم قص واحد وزعته خلت الالف عليها ميم وبه عليها ميم خد مثال اتنين في تلاتة قص اربعة هي هي اتنين قص اربعة في تلاتة قص اربعة اقدر اوزع القص على الضرب نفس الكلام برضو في الاسمه لو عندك الف على به قص ميم تقدر توزعها على الاسمه تخليها الف قص ميم على به قص ميم يعني توزع القس على البسط والمقام عادي جدا ما فيش اي مشكلة زي مثلا 2 على 5 قس 2 هي هي 2 قس 2 على 5 قس 2 يعني بتساوي 4 على 25 ده هو القانون الثالث وده هو القانون الرابع تقدر توزع القس على الضرب وعلى الاسمة وعلى فكرة برضو العكس برضو صح يعني لو عندك عدد مضروف في عدد هما اللي اتنين عليهم نفس القس تقدر تخليهم هما اللي اتنين تحت قس واحد ازاي؟ لو قلتلك مثلا 5 قس 2 في 8 قس 2 هما اللي اتنين عليهم نفس القس بالزبط تقدر تضربهم هما اللي اتنين في بعض يعني 5 في 8 وتحط قوس كده عليه قس 2 يعني بدل ما هما قسين خليتهم قس واحد بس بس كلم ده امتى؟ مع الضرب وكمان مع الاسمة يعني مثلا لو عندك ايه؟ لو كان عندك 3 قس 3 على 4 قس 3 تقدر تقول نواب يساوي 3 على 4 الكل قس 3 نقول تاني تقدر توزع القس في عملية الضرب وفي عملية الاسمة او تقدر ان انت تجمعهم يعني لو عندك عدد مضروف في عدد تاني هما اللي اتنين عليهم نفس القس تقدر تضربهم في بعض تحت قس واحد بس هنا لو عندك البسط والمقام نفس القس تقدر تقسم البسط على المقام وتحط الكسر كله تحت قس واحد بس بالشكل ده كده القانون نمرة خمسة لو عندك عدد عليه اكتر من قس يعني هنا ألف قس ميم الكل قس نون تعمل ايه؟ هتضرب القسين في بعض اي عدد فوقيه اكتر من قس اضرب القس في بعضها يعني ألف قس ميم نون يعني ميم في نون مثلا أربعة قس اتنين الكل قس تلاتة بتساوي أربعة قس اتنين في تلاتة يعني أربعة قس ستة فهمت؟ فهمت اي عدد فوقيه قسين او اكتر اضرب القس في بعضها نمرة ستة اي عدد في الدنيا قس سفر بواحد تلاتة قس سفر بواحد مليون قس سفر بواحد حمر قس سفر بواحد عفريت قس سفر بواحد ولكن بشرط حيث الألف ده اللي هي الأساس لا يساوي صفر اشمعنا يا مستور لأن صفر قس سفر كمية غير معينة أي عدد في الدنيا قس سفر بيساوي ايه؟ بيساوي واحد إلا الصفر صفر قس سفر ايه؟ كمية غير معينة تمام؟ تمام قوي كلام جميل وزي الفل طيب القانون نمرة سبعة لو عندك عدد سالب فوقيه قس أو عندك قس فوق عدد سالب لو كان القس ده القس اللي فوق دوت زوجي العدد يبقى موجب يعني القس الزوجي يطير السالب إنما لو كان القس دوت فردي هيفضل العدد سالب زي ما هو خد نسال سالب نص قس اتنين اللي اتنين زوجي ولا فردي؟ زوجي العدد الزوجي أو القس الزوجي يطير الايه؟ يطير السالب يخليه موجب فالناتج هيطلع ايه؟ بالموجب زي ما كنا بنقول قبل كده إن التربيع بيطير السالب فهيبقى الناتج هنا واحد قس اتنين واحد اتنين قس اتنين اربعة شفت ازاي؟ بالطريقة دي طيب سالب نص قس ثلاثة أو سالب نص تكعيب التلاتة دي زوجي ولا فردي؟ فردي والفردي هينزل السالب زي ما هو يبقى الناتج كده بيوساوي سالب سالب اهو واحد قس ثلاثة بواحد اتنين قس ثلاثة بكام؟ بتماني بالشكل ده كده يا معل نقول تاني لو عندك سالب تحت القس لو كان زوجي يبقى موجب لو كان فردي ينزل زي ما هو سالب تمام ندخل بقى على القانون رقم تمانية القس السالب بقى لو عندك القس ذات نفسه هو اللي سالب تعمل ايه؟ نخلي موجب ازاي اقلب وشألب ازاي اقلب وشألب خد مثال تلاتة قس سالب اتنين المقام كام؟ المقام واحد بس مش مكتوب اقلب يبقى واحد على تلاتة قس اتنين وشألب الاشارة موجب بدل سالب شفت ازاي؟ بالطريقة دي كده اقلب وشألب طيب لو كان عندك كسر زي ده بص هنا اتنين قس اتنين في تلاتة قس سالب واحد على خمسة قس سالب اتنين في اربعة قس تلاتة بص يا معلم عندك قسس موجبة وقسس سالبة كل قس سالب في البسط نزله في المقام موجب وكل قس سالب في المقام حطه في البسط موجب يعني اقلب وشألب غير مكانه وغير اشارته غير مكانه وغير اشارته اللي فوق ينزل تحت واللي تحت ينزل فوق يعني الكلام ده كده بيسوي شرط تكسر اتنين قس اتنين ملاش دعوة واربعة قس تلاتة ملاش دعوة انا مشكلتي مع القس السالب التلاتة قس سالب واحد فوق سالب هنزلها تحت هنا تلاتة قس واحد موجب والخمسة قس سالب اتنين في المقام سالب اطلعها فوق بالموجب يبقى هنا اتنين قس اتنين في خمسة قس اتنين وتلاتة قس واحد والواحد نبتكتبش في اربعة قس تلاتة بالشكل ده ده هو ده نقول تاني إزاي بنتخلص من القس السالب إقلب وشألب لو في البسط تنزله في المقام لو في المقام طلعه في البسط وغير الإشارة بتاعة القس تمام؟ يعني هنا ألف قس سالب ميم بيزاوي واحد على ألف قس ميم طيب لو عندك بقى كسر ألف على به كله على بعضه كده قس سالب نون يعني قس سالب وعاوز تخليه موجه بتعمل إيه برضو إقلب وشألب إزاي يعني إقلب الكسر خليه به على ألف وشألب الإشارة بتاعة القس خليها موجه يعني مثلا تلاتة على أربعة قس سالب تلاتة هي هي أربعة على تلاتة قس تلاتة إقلب وشألب إقلب الكسر وشألب الإشارة بالشكل ده كده يا معلم طيب الجزور بقى إزاي نتعامل مع الجزور في القسس أول قانون لو عندك قس تحت الجزر القس تحت الجزر قالك بيساوي اللي جوه على اللي برة يعني بيساوي العدد ألف قس اللي جوه على اللي برة وإحنا عارفين إن الجزر التربيعي بيكون عندنا هنا اتنين بس مش مكتوبة زي الجزر التكعيبش عندنا ثلاثة آه يبقى التربيعي عندنا اتنين بس مش مكتوبة بنكتبهاش فهنقسم القس اللي جوه على رتبة الجزر اقسم نون على الاتنين أو قس نون على الاتنين وده بقى هو الجديد عندنا النهاردة القس لما يبقى كسر امتى القس بيكون على شكل كسر؟ لو كان عبارة عن جذر عبارة عن جذر ازاي القس اللي جوه على رتبة الجزر يعني مثلا هنا الجزر التربيعي للتلاتة بيساوي تلاتة قس ها اللي جوه على برة اللي جوه مفيش يعني قس واحد بس مش مكتوب وبره مفيش يعني جزر تربيعي اتنين بس مش مكتوب يبقى اللي جوه على برة واحد على الاتنين فأي عدد قس نص يعني الجزر التربيعي للعدد ده 3 قص نص هي هي جزر 3 5 قص نص هي هي جزر 5 7 قص نص هي هي جزر 7 وهكذا طيب بص هنا الجزر التكعيبي للخمسة طبعاً الخمسة رأيت إيه قص واحد بس الواحد مش بكتوب هي بتساوي إيه 5 قص اللي جوه على اللي برة 1 على الثلاثة بالشكل ده كده خد مثال كمان لو تلك الجزر التكعيبي ل7 قص قص 2 بيسوي 7 قص كام 2 على 3 اللي جوه على اللي برة 2 على 3 بالشكل ده كده ده أول قانون من قوانين القص مع الجزر القانون التاني لو عندك القص بقى مش جوه الجزر بقى بره الجزر يعني عندك جزر ألف لكل قص نون قالك هي هي بالزبط جزر ألف قص نون يعني القص جوه هو هو القص بره بره زي جوه هي هي جزر 2 قص خمسة هي هي جزر 2 قص خمسة خمسة بره زي جوه بعض الناس ممكن تحس ان الموضوع غريب او ملغبط او مش مفهوم لا ما تلقش تعالى نخش على المسائل نشوف شكلها بعمل ازاي ونشوف ازاي بنستعمل الخواص دي في ان احنا نحل المسائل يلا بينا قبل ما نبدأ بقى في المسائل بتاعة القصص خلينا ناخد ملحوظة كده مهمة جدا بتساعدنا كتير في المسائل مش احنا اخدنا في الترمي الاول ان الجزر التربيعي بيقسم القص على الاتنين حصل يعني مثلا جزر خمسة قصة اربعة مش بتساوي خمسة قصة اتنين حصل نفس الكلام برضو لو كان القص من بره يعني مثلا لو تقول لك جزر اتنين الكل قصة تمانية تقول لي هي هي اتنين قصة اربعة ما احنا خلاص عرفنا ان القص لو بره زي جوه صح بره زي جوه يبقى هيتقسم على الاتنين طب الكلام دوت لو كان القص زوجي اقدر اسمه على الاتنين طبيعي طب لو كان فردي بقى يعني لو قلت لك جزر اتنين قصة مثلا تسعة دوت تعمله ازاي هقول لك معلم مش احنا في الضرب بنجمع القصص اه يعني جزر اتنين قصة تسعة مش هي هي تعتبر جزر اتنين في جزر اتنين قصة تمانية اه لان جزر اتنين طبعا ما فيش فوقيها قصة يبقى القصة بتاعها واحد بس مش مكتوب واحد زائد تمانية تسعة هي هي صح طب ما هو جزر اتنين قصة تمانية مش هي هي اتنين قصة اربعة اه مضروبة في كام في جزر اتنين فانا ممكن بدل ما اعمل الدوشة دي كده كلها اقدر اجيب الناتج دوت على طول من هنا ازاي لما يديك جزر تربيعي فوقيه قصة فردي تعمل ايه تنقص جزر تحطه برا وتقسم الباقي على الاتنين تاني تنزل جزر برا وتقسم القصة اللي فاضل على الاتنين خد مثال كمان جزر خمسة قصة حداشر بيوساوي طبعا قصة فردي هنزل جزر برا جزر خمسة فيتبقى ايه يتبقى عشرة هاسم على الاتنين تبقى خمسة قصة خمسة خد مثال كمان جزر تلاتة قصة سبعة بيوساوي القصة فردي هنزل جزر برا جزر تلاتة يتبقى ستة ايه اسم على الاتنين يبقى تلاتة قصة تلاتة خد مثال كمان جزر تلاتة قصة خمستاشر بتساوي هنزل جزر برا جزر ثلاثة يتبقى ايه اربعتاشر ايه اسم على الاثنين يبقى ثلاثة قس سبعة شفت ازاي شفت ازاي مرحوظة حلوة قوي خد بالك منها اتسهل عليك بعض المسائل تعالوا نشوف هنا بقى اول سؤال ايه وجد ناتج ما يأتي في ابسط صورة جزر اثنين قس ثلاثة في جزر اثنين قس سبعة مش الاساس هو هو الاساس اه وانا في الضرب بعمل ايه بجمع القسس صح؟ اول حاجة خدناها يبقى الكلام دا كده بيوساوي جزر اثنين قس اجمع بقى تلاتة زائد سبعة كام عشرة حلو في الضرب بنجمع القسس والجزر هيقسم القس على الاتنين يعني بتساوي اثنين قس خمسة اللي هي بتساوي اثنين وتلاتين طيب نمرة اثنين جزر اثنين قس تسعة اه الجزر فوقيه قس فردي نعمل ايه؟ كلام دا كده بيوساوي هنزل جزر اهو نزل جزر اثنين ويتبقى ايه؟ يتبقى تمانية ايه سمع اللي اثنين؟ يبقى اثنين قس اربعة احسب بقى اثنين قس اربعة اللي هي بتساوي ستتاشر يبقى ستتاشر جزر اثنين حلو الكلام قوي اللي بعده اثنين جزر اثنين الكل قس تلاتة دي هتبقى نحلها ازاي؟ هو مش اثنين دي مضروبة في جزر اثنين اه اثنين جزر اثنين هي هي اثنين في جزر اثنين طيب ما احنا لسه واخدين قانون بيقول لي انا اقدر اوزع القس على عملية الضرب اقدر اوزع القس على الضرب يعني اقدر اقول ان الكلام دا كده بيوساوي اثنين قس تلاتة في جزر اثنين قس تلاتة عملت ايه؟ بدل ما هو قس واحد بس وزعته على الثنين وعلى جزر اثنين واقدر احسب بقى على كده الكلام دا كده بيوساوي اثنين قس تلاتة تمانية في جزر اثنين القس بتاعها فردي نعمل ايه؟ هنزل جزر يتبقى من الثلاتة اثنين ايه سمعا الاثنين؟ يبقى واحد يبقى هي اثنين بس بالشكل دا كده يعني الكلام دا كده بيوساوي اثنين في تمانية بايه؟ ستاشر ستاشر جزر اثنين حلو الكلام قوي طيب نمرة اربعة بيقولك ايه؟ تلاتة قس خمسة في تلاتة قس اربعة على تلاتة قس سبعة هتلاحظ انه هو نفس الاساس فوق وتحت صح؟ بس الاساس مختلفة وعندي عملية ضرب وعملية اسمه اقدر احلها باكتر من طريقة اول طريقة حل البسط لوحده وحل المقام لوحده واقسم في الاخر ازاي؟ تقولي الكلام دا كده بيوساوي شرط تكسر هنا انت عندك ضرب واحنا عارفين في الضرب بنجمع الاسس صح؟ فهنزل تلاتة واجمع أربعة وخمسة كام تسعة مظبوط كده؟ مظبوط وعندك في المقام تلاتة قس سبعة دلوقتي بقى عندك اسمه تقدر ايه؟ في الاسمه تطرح الاسس يبقى تلاتة قس تسعة ناقص سبعة اتنين شفت ازاي؟ عندي في البسط ضرب وفي الضرب بجمع الاسس طلعت لي اسمه وفي الاسمه بطرح الاسس دي الطريقة ايه بقى الطريقة التانية؟ وهي الطريقة الاحلى بقى والاجمل واللي انا بنصحك انك تستعملها على طول بص سمع علي لما يديك كسر زي ده وتلاقي نفس الاساس موجود فيهم كلهم تعمل ايه؟ تقولي الكلام ده كده بيوساوي وتنزل لي اساس واحد بس منهم او تلاتة كل الاسس اللي فوق تنزل بنفس الاشارة بتاعتها وكل الاسس اللي تحت تنزل بعكس الاشارة بتاعتها يعني الاسس اللي فوق اللي هي خمسة واربعة موجبين صح؟ بالموجب ينزلوا خمسة وموجب اربعة والقص اللي تحت ينزل بعكس الاشارة يبقى سالب سبعة وحسب معلم الكلام ده كده بيوساوي تلاتة أربعة وخمسة تسعة تسعة نقص سبعة اتنين هي هي ولا مش هي 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 والله وتلاتة تربيع بتساوي تسعة تمام؟ طيب نمرة خمسة جزر خمسة قصة اتنين الكل قصة تلاتة اه يعني عدد فوقيه اكتر من قص نعمل ايه؟ اضرب القصص في بعضها لما يتلاقي عدد عليه اكتر من قص اضربهم في بعض يعني الكلام ده كده بيوساوي جزر خمسة قص اتنين في تلاتة بستة مظبوط طيب الجزر هيقسم القصة على الاتنين يبقى خمسة قص تلاتة اللي بتساوي مية خمسة وعشرين تمام؟ نمرة ستة جزر اتنين في جزر اتنين قصة اتنين في جزر اتنين قصة تلاتة كلهم جزر اتنين جزر اتنين جزر اتنين وكلهم ضرب وفي الضرب بجمع القصص في الضرب بجمع القصص يبقى جزر اتنين قصة كان بقى تعالى نجمع طبعا دوت ايه؟ قصة واحد بس مش مكتوب واحد واثنين تلاتة تلاتة وكمان تلاتة يبقى ستة حلو الجزر هيقسم القصة على الاتنين يبقى اتنين قصة تلاتة بتساوي تمانية كلام جميل وزي الفل طيب نمرة سبعة جزر ثلاثة قص خمسة في جزر ثلاثة قص ثلاثة على جزر ثلاثة قص أربعة ده هو هو نفس السؤال دوت بالزبط بس المرة دي الأساس عبارة عن جزر ويعني ويعني نزل يا باشا أهو جزر ثلاثة قص وزي ما علمتك بقى القصص اللي فوق تنزل بإشارتها خمسة موجب وثلاثة موجب واللي تحت ينزل بعكس الإشارة يبقى سالب أربعة يعني بيوسىوي جزر ثلاثة قص كان بقى تلاثة وخمسة تمانية ناقص أربعة يبقى أربعة والقص هيتقسم على الاتنين يبقى تلاثة قص اتنين بيوسىوي تسعة السؤال اللي بعده بقى نمرة تمانية جزر ثلاثة قص خمسة في سالب جزر ثلاثة قص أربعة على سالب جزر ثلاثة قص ثلاثة عندي أعداد سالبة المراتي زي ما اتفقنا لو كان العدد السالب ده القص بتاعه زوجي هيطير السالب ولو كان فردي هينزل السالب زي ما هو تعال نسوف كلام ده كده بيوسان صورة تتكسر في البسط أنا عندي السالب ده القص بتاعه أربعة وأربعة زوجي هيبقى موجب يبقى السالب ده كده كأنه أصلا مش موجود أساس أهو مسحته يا عمه عشان ما يزعلكش القص زوجي يبقى السالب ملوش لازمة حلم جزر ثلاثة قص خمسة في جزر ثلاثة قص أربعة طبعا في الضرب هاجم مع القصص يبقى ثلاثة قص كام أربعة وخمسة تسعة طيب تحت السالب ده القص بتاعه ثلاثة فردي فردي القص الفردي هينزل السالب زي ما هو فينزل سالب أهو وجزر ثلاثة قص ثلاثة دلوقتي بقى الكرام ده كده بيوسابي موجب على سالب سالب جزر ثلاثة قص تسعة على جزر ثلاثة قص ثلاثة طبعا في الإسمة هطرح القصص يبقى تسعة نقص ثلاثة كام ستة يعني جزر ثلاثة قص ستة يبقى الكرام ده كده بيوسابي السالب ينزل وطبعا الجزر هيقسم القص على الاتنين يبقى ثلاثة قص ثلاثة يعني بيوسابي سالب سبعة وعشرين بالشكل ده معل سواء ده اللي بعده بيقولك خمسة في جزر خمسة قص سالب واحد آه عندنا القص سالب إزاي نخليه موجب؟ قلب وشقلب يعني بدل ما هو في البسط هنخليه في المقام بعكس إشارة القص كلام ده كده بيوسابي الخمسة فوقها هي تنزل زي ما هي على جزر خمسة تحت والقص واحد بالموجب ما بيتكتبش يبقى خمسة على جزر خمسة بالشكل ده كده بدل ما هو في البسط بالسالب خليته في المقام القص موجب تمام دلوقتي الجزر في المقام ما ينفعش لازم نتخلص منه إزاي هنضرب في الجزر ده فوق وفي الجزر ده والتحت كده ده كده بيسوي صورة تكسر خمسة في جزر خمسة يعني خمسة جزر خمسة وجزر في روحه بيطلع روحه والخمسة تروح مع الخمسة يتبقى جزر خمسة بالشكل ده طيب سؤالة اللي بعده جزر اتنين جزر اتنين جزر اتنين وسالب واحد مش كلهم جزر اتنين؟ آه وكله ضرب آه كله ضرب يعني أقدر أجمع القسس صح؟ يبقى الكلام ده كده بيوسوي جزر اتنين قس كم بقى؟ عندك هنا واحد وواحد يعني واحد زائد واحد ودوة سالب واحد نزله بإشارته سالب واحد يا مستر نعم شت قلت لنا في الضرب بنجمع آه طرحت ليه بقى؟ لا معنى كلمة إن أنا أجمع إن أنا أنزل القس بإشارته لو هطرح كنت هغير إشارته القس السالب أنزله سالب تعرف لو كان في المقام كنت هغير إشارته خليها موجة تمام؟ في الجمع يعني أنزل القس بإشارته جمع بقى واحد زائد واحد نقص واحد واحد يعني بيوساوي جزر اتنين تمام؟ بص بقى هنا جزر ثلاثة قس اتنين في جزر ثلاثة قس اربعة على جزر ثلاثة قس سالب اتنين زي ما اتفقنا كلم ده كده بيوساوي هنزل جزر ثلاثة واحدة بس والأسس اللي فوق تنزل بإشارتها واللي تحت تنزل بعكس إشارتها اللي فوق تنزل زي ما هي اتنين موجب زائد أربعة موجب كده خلصنا اللي فوق اللي تحت بقى سالب اتنين اعكس الإشارة بتاعتها تبقى موجب اتنين نقول تاني اللي فوق بنفس الإشارة واللي تحت بعكس الإشارة وضحت؟ وضحت جمع بقى الكلام ده كده بيوساوي جزر ثلاثة قس اتنين واربعة ستة واتنين تمانية وطبعا الجزر هيقسم القس على الاتنين يبقى ثلاثة قس أربعة اللي هي بتساوي واحد وتمانين طيب سؤال اللي بعده نمرأ اتناشر بصوا بقى هنا خمستاشر قس سالب اتنين في جزر خمسة قس ثلاثة في تلاتة قس ثلاثة على تسعة في جزر خمسة قس سالب تلاتة المرة دي بقى عندنا الأساسات مختلفة قبل كده كان بيبقى نفس الأساس فكنت بقى أخذ واحد بس واجمع الأسس هنا بقى الأساسات مختلفة أعمل ايه؟ أحاول أخليها شبه بعضها أحاول أخليها شبه بعضها إزاي؟ أنا ملاحظ إن أنا عند هنا تلاتة قس ثلاثة صح؟ وفي تحت تسعة طب ما هي التسعة دي؟ مش بتسوي تلاتة قس ثلاثة اتنين؟ آه تلاتة قس ثلاثة اتنين بتسعة خلاص خليها تلاتة قس ثلاثة اتنين شمعنا عشان يبقى تحت تلاتة وفوق تلاتة زي بعض تمام اه يا معلم الكلام ده كده بيوساوي شرط تكسر هخلي التسعة تلاتة قس ثلاثة اتنين إيه كمان؟ الخمستاشر دي مش بتساوي تلاتة في خمسة آه تلاتة في خمسة في خمستاشر فممكن أخليها تلاتة في خمسة الكل قس ثلاثة اتنين وزي ما اتفقنا مش إحنا ممكن نوزع القس على الضرب آه فممكن أخليها بالشكل ده كده بدل تلاتة في خمسة الكل قس ثلاثة اتنين أخليها تلاتة قس ثلاثة اتنين في خمسة قس ثلاثة اتنين بالشكل ده كده خليت القس على التلاتة وعلى الخمسة آه بقى كده عندي تلاتة هنا وتلاتة تحت وأنا عندي فوق هنا ايه؟ تلاتة شفت؟ خليتهم شبه بعض شوية يتبقى عندك بقى هنا ايه؟ جزر خمسة لكل قس ثلاثة وتحت ايه؟ جزر خمسة قس ثلاثة دلوقتي بقى أعمل ايه؟ بص يا معلم كل الأساسات اللي زي بعضها جمعها على بعضها ازاي؟ الكلام ده كده بيوسان أنا عندي أول حاجة تلاتة أو نزل تلاتة واحدة بس جمعها على التلاتات اللي زيها زي ما اتفقنا الأسس اللي فوق بنفس الإشارة واللي تحت بعكس الإشارة يعني هنا تلاتة قس سالب اتنين فوق تنزل بنفس الإشارة يبقى سالب اتنين وهنا بقى عند تلاتة قس تلاتة يعني موجب تلاتة تنزل بإشارتها تحت بقى تلاتة قس تنين تنزل بعكس الإشارة تنزل سالب اتنين بالشكل ده تمام كده احنا خلاص خلصنا التلاتة بعد كده عندي خمسة هي خمسة واحدة بس ما فيش زيها يا مستر ما جزر خمسة هو لا خمسة حاجة وجزر خمسة حاجة تاني تمام بخمسة قص سالب اتنين تنزل كده لوحدها في جزر خمسة بقى يا معل قص كام اللي فوق تلاتة تنزل زي ما هي بالموجب واللي تحت سالب تلاتة تنزل بعكس الاشارة تبقى موجب تلاتة نقول تاني لما بقى عندك الاساسات مختلفة تعمل ايه تخليها شبه بعضها على قد ما تقدر بعد كده هتمسك كل اساس تجمع الاسس بتاعته كل اساس اللي هي الاعلاد اللي تحت تجمع الاسس بتاعتها اللي فوق بنفس الاشارة واللي تحت بعكس الاشارة هنا التلاتة جمعت الاسس بتاعتها سالب اتنين موجب تلاتة سالب اتنين اللي تحت معكس الاشارة الخمسة مفيش زيها نزلت زي ما هي جزري خمسة فوق تلاتة وتحت تبقى موجب تلاتة يبقى تلاتة زائد تلاتة جمع بقى الاسس يمعلم الكلام ده كده بيوسيوي تلاتة قص سالب اتنين زائد تلاتة واحد واحد ناقص تلاتة سالب واحد تمام في خمسة قص سالب اتنين في جزري خمسة وتلاتة زائد تلاتة كام ستة طب ما هو الجزري مش هيقسم القص على الاتنين اه فهتبقى خمسة قص تلاتة لان ستة على الاتنين فيها التلاتة مش فهمة ميستر مش هي معلم عبارة عن جزري خمسة قص تلاتة وتلاتة ستة اه والجزري بيقسم الستة على الاتنين اه يعني هتبقى عبارة عن خمسة قص كام قص تلاتة بالشكل ده تمام يبقى الكلام ده كده بيوسيوي بص بقى التلاتة قص سالب واحد دي القص السالب هخليه موجب ازاي نزله في المقام تحت يبقى شرط تكسر كده ونزل تلاتة تحت والقص يبقى موجب تمام اللي فوق بقى عندك خمسة وخمسة نفس الاساس صح حط خمسة واحدة بس وجمع الاسس عندك سالب اتنين وموجب تلاتة يعني واحد يبقى هي خمسة بالشكل ده خمسة على التلاتة جات منين يا مستر مش احنا كنا بنقول لما يكون نفس الاساس بنجمع الاسس اه يبقى سالب اتنين زائل تلاتة سالب اتنين زائل تلاتة كام؟ واحد صح؟ يبقى ايا واحد والواحد لا بتكتبش بالشكل ده يبقى خمسة على التلاتة كده احنا خلصنا المسألة دي طيب بص بقى على المسألة دي اتنين قصة اتنين نون في تلاتة قصة اتنين نون على ستة قصة اتنين نون زائد واحد اوعى تتخض ابدا من الرموز سهلة جدا بسيطة جدا لما تلاقي القصص فيها رموز اكيد وانت بتحل هتختصرها ما تقلقش خالص تعالى نشوف الاساسات نفسها تقدر تخليها شبه بعضها؟ اه انا عندي اتنين هنا وتلاتة دي ستة والستة اتنين في تلاتة صح؟ يعني الكلام ده كده بيوساوي شرط تكسر ستة هخليها اتنين في تلاتة الكل قصة اتنين نون زائد واحد ها؟ ستة قصة اتنين نون زائد واحد خليتها اتنين في تلاتة كلها كده قصة اتنين نون زائد واحد والبسط زي ما هو اتنين قصة اتنين نون في تلاتة قصة اتنين نون ايه كمان؟ زي ما احنا عارفين انا بوزع القس على الايه على الضرب فممكن اخليها تلاتة قس اتنين نون زائد واحد وكمان هنا اتنين قس اتنين نون زائد واحد بالشكل ده تمام دلوقتي بقى مش عند اتنين فوق و اتنين تحت او تلاتة فوق و تلاتة تحت ايوة بنفس الطريقة كلام ده كده بيوسام اللي اتنين هنزل اتنين واحد القس اللي فوق ينزل بالاشارة بتاعته واللي تحت بعكس الاشارة اللي فوق ينزل اتنين نون بالموجب واللي تحت هنزله بعكس الاشارة بما انه عبارة عن مقدار يعني اتنين نون زائد واحد هغير اشارات المقدار كله هخليه سالب اتنين نون سالب واحد غير الاشارات بتاعت المقدار كله نفس الكلام برضه في التلاتة قد التلاتة هي قس اتنين نون واللي تحت هخليه سالب اتنين نون سالب واحد بالشكل ده طبعا جمع القصص هتلاقي ان ده موجب وده سالب يتيره مع بعض ده موجب وده سالب يتيره مع بعض فيتبقى هنا اتنين قص سالب واحد في كام تلاتة قص سالب واحد ازاي نخلي القص السالب موجب نزله في المقام يبقى شرطة كسر واحد فوق وتحت اتنين في تلاتة اللي هي بتساوي واحد على الستة بالشكل ده كده السؤال اللي بعده يا صديقي بيقولك اربعة في ستة قص تلاتة في تلاتة قص سالب خمسة على اتنين قص خمسة في تلاتة قص تلاتة للي لسه مش هاخد بالو انا عشان يحل السؤال ده هعمل ايه هخلي الاساسات شبه بعضها اللي اربعة مش هي عبارة عن اتنين قص تلاتة اه والستة مش عبارة عن اتنين في تلاتة ايوة وهوزع القص على الاتنين وعلى التلاتة يبقى 2 قص 3 في 3 قص 3 بعد كده تجمع بقى لإيه تجمع القصص مع بعضها هنا عندك 2 جزر 5 على 5 جزر 2 الكل قص 4 طبعا الكسر هوزع القص على البسط وعلى المقام وهوزع القص على الـ 2 وعلى الجزر وعلى 5 وعلى الجزر وتفكك وتجمع في الآخر عاوزك بقى تمسك وراتك وقلمك وتجرب حظك مع المسألتين دول طيب يلا مع بعض كده نشوف نحلهم ازاي الكلام ده كده بيساوي دي سهلة زي دول بتساوي الـ 4 2 قص 2 الـ 6 عبارة عن 2 في 3 صح وهوزع القص خلي هنا 3 وهنا 3 بعد كده عندي 3 قص ساليب 5 تحت عندي 2 قص 5 و3 قص 3 الكلام ده كده بيساوي هجمع بقى عندي اتنينات هاخد اتنين واحدة بس وجمع القصص اللي فوق بنفس الإشارة اتنين ومجب 3 واللي تحت بعكسها يبقى ساليب 5 فيه التلاتة بقى اللي فوق بنفس الإشارة يبقى 3 وساليب 5 قدت 3 وساليب 5 واللي تحت بعكس الإشارة يبقى ساليب 3 تمام تعال بقى نجمع القصص يبقى الكلام ده كده بيساوي طيب المسألة اللي بعدها هوزع القص على البسط والمقام يبقى بيساوي شهرت يتكسر اتنين في جزر خمسة وخمسة جزر اتنين هوزع القص على بسط والمقام وفي كل مرة هوزع على الاتنين وعلى الجزر يبقى تنين قصة اربعة وخمسة قصة اربعة وهنا خمسة قصة اربعة وجزر اتنين قصة اربعة وزعت القص اصله كله على بعده ضربه اسمه وانا بوزع القصص فانا وزعت القص هنا وهنا 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 بس تعالى بقى ان ايه نحسب قد اتنين قصة اربعة هيه الجزر هيقسم القصة على الاتنين يبقى خمسة قصة اتنين هنا خمسة قصة اربعة فيه الجزر هيقسم القصة على الاتنين يبقى اتنين قصة اتنين تعالى بقى نحسب بقى كلام ده كده بيسوي كان أول حاجة عندي اللي 2 فوق اللي 4 وتحت 2 تبقى سالب 2 فيه 5 فوق 2 وتحت 4 تبقى سالب 4 يبقى الكلام ده كده بيوساوي 2 قص 4 ناقص 2 2 فيه 5 قص سالب 2 يبقى الكلام ده كده بيوساوي 2 قص 2 ب4 والقص السالب هينزل في المقام موجب يبقى 5 قص 2 هنا يعني بتساوي 4 على 25 وعشرين قرنب اللي عندك بقى يشوف انت حليت صح ولا غلط سواء اللي بعده بيقولك 2 جزر 7 الكل قص سالب 2 فيه جزر 2 قص سالب 4 على جزر 7 قص سالب 2 نفس الفكرة احنا خلاص عرفنا القوانين بتاعت القص طبق اي قانون ينفع مع المسألة عندنا مثلا هنا 2 جزر 7 هوزع القص يعني الكلام ده كده بيوساوي شرط تكسر هوزع القص هنا يبقى 2 قص سالب 2 فيه جزر 7 قص سالب 2 خلاص فهمت حلينا كزا واحدة بنفس الموضوع تمام فيه جزر 2 قص كام قص سالب 4 على جزر 7 قص سالب 2 وبقى عندي الايه الاساسات تقريبا شبه بعضها دلوقتي بقى حصل حتة اكشن في المسألة ديت ملوش حل هي مش دي هي هيدي اه جزر 7 قص سالب 2 وجزر 7 قص سالب 2 بس يترون مع بعض اختصرتوهم مع بعض واحدة في البسط وواحدة في المقام يختصروا مع بعض على طول زي بعض طيب اللي يتفضل بقى عندك 2 قص سالب 2 فيه جزر 2 قص سالب 4 مش الجزر بيقسم القص على الاتنين اه يعني تبقى 2 قص سالب 2 اه سالب 4 على الاتنين فيها سالب 2 مش احنا في الضرب بنجمع القصص اه يعني ايه نجمع يعني ننزلها بالاشارات بتاعتها يبقى سالب 2 سالب 2 اه سالب 2 سالب 2 يعني بيتساوي 2 قص سالب 4 اللي هي بتساوي 1 على الستاشر وضحت وضحت ان شاء الله طيب المسألة اللي بعدها بقى المسألة اللي بتاعت العشرة والاعداد العشرية نحلها ازاي بقى يا صديقي تعالا نشوف مع بعض الفكرة كلها ان احنا ما نقدرش نتعامل مع الاعداد العشرية ريخ ما شوية نعمل ايه نخليها عبارة عن كسر تعالا نشوف مع بعض ازاي الكلام ده كده بيوسع شرطة كسر انا عندي فوق عندي عشرة قص سالب 3 وتحت عندي عشرة وعشرة ممكن احل المقام لوحده عادي مرة براحتي احل البسط الواحد لمقام لوحده احل اتنين مع بعض بس انا حر عندي هنا عشرة وعشرة تعالا نجمعهم يعني نجمع القصص فتبقى عشرة قص كان بقى سالب تسعة وموجب تلاتة تديك سالب ستة صح؟ مانا لما جمع القصص يعني حطها بالاشارات بتاعتها يبقى موجب تلاتة سالب تسعة يعني تلاتة ناقص تسعة سالب ستة تمام بص بقى واحد من مية مش هي بتساوي واحد على مية اه العدد العشري زي منطق زي مأسم واحد على مية شوف انت قلت ايه انت قلت واحد بص على مية مقام صح؟ حط الواحد في البص وحط المية في المقام ايه رأيك في الكلام ده؟ كلام جميل وزي الفل واحد من مية هي هي واحد على مية البص في البص والمقام في المقام طبعا الواحد ده مالوس لازمة تمام؟ لان اي حاجة في واحد بنفسها والمية مش هي عبارة عن عشرة قس اتنين اه بالزبط كده يا معلم مش كلها عشرة حصل نزل عشرة واحدة وجمع الأسس اللي فوق بنفس الإشارة سالب ثلاثة واللي تحت بعكس الإشارة يبقى موجة بستة وسالب اتنين وطبعا سالب ثلاثة زائد ستة سالب اتنين تديك واحد يعني الكلام ده كده بيساوي عشرة لو لسه مش واضحة تعال ناخد مسألة كمان فيها برضو أعداد عشرية تعال نحلها مع بعض كلام ده كده بيوسا شرط تكسر البست عندي عشرة وعشرة تعال نجمعهم تبقى عشرة قس كم بقى اتنين ناقص سبعة يعني بتساوي كم سالب خمسة تمام تحت بقى عندي أعداد عشرية ده عبارة عن واحد من عشرة تربيع ما نكش تدعوا بالتربيع الواحد من عشرة مش عبارة عن واحد على عشرة اه بص واحد على عشرة الكل ايه الكل تربيع تم تيجي نوزع القس على البسط والمقام تعال واحد تربيع بواحد وعشرة تربيع او يبقى عشرة هنا تربيع تربيع حلو فيه واحد من ألف مش عبارة عن واحد على الألف اه والألف دوت عبارة عن عشرة قس ثلاثة بالشكل ده كده شفت ازاي خطوة خطوة كده عشان خطر ما نحسش الموضوع ايه غريب واحد من عشرة هي هي واحد على عشرة والتربيع وزعته على البسط والمقام هنا واحد من ألف بقت واحد على ألف والألف عشرة تكعيب تمام كده انت عندك كسور في المقام تحلها ازاي انت عندك بدل الطريقة تلاتة اربعة خمس طرق حل بأي طريقة تعجبك ممكن نحل المقام لوحده الاول كده بعد كده نقسم البسط على المقام او ممكن نقلب الكسور دي ونخلي القس بالسالب ازاي مش احنا عشان خاطر نغير اشارة القس بنغير مكانه ايه لبوشالب اه هو هنا في المقام لو خلته في البسط يبقى سالب اتنين ورين يا مستر حاضر واحد على عشرة قس اتنين هي هي عشرة قس سالب اتنين واحد على عشرة قس تلاتة هي هي عشرة قس سالب تلاتة ودلوقتي اقدر احط عشرة واحدة بس واجمعي الاسس دي الطريقة تمام في طريقة تانية او في طريقة تانية وريني برضو عشان خاطر يبقى عندي معلومات اقدر بعد كده لما يكون عندي الثقافة الرياضية الكافية اقدر احل اي مسألة باي طريقة انا عاوزها تعال مع بعض دي كانت عاملة ازاي دي كانت عبارة عن واحد على عشرة تربيع في واحد على عشرة تكعيب بص معلوم مش احنا اخدنا قبل كده ان مقام المقام بسط سوين انت ايمكن ما تعرفهش صح؟ قديك بتعرفها لما يكون عندك كسر جوه كسر يبقى مقام البسط مقام ومقام المقام بسط لما تقسم كسر على كسر مقام البسط مقام ومقام المقام بسط يعني هنا مثلا مش هنا كان عندك واحد من مية اه اللي هي كانت بتسوي ايه؟ بتسوي واحد على المية صح؟ انا عملت ايه؟ انا خدت مقام البسط نزلته في المقام اهو عشرة تربية بس فحطيت الواحد اللي واحده في البسط وحطيت المية في المقام لان مقام البسط مقام هنا عندك تحت كسر في المقام يبقى مقام المقام يطلع فوق يعني هاخد العشرة دي اطلعها فوق في البسط والعشرة دي اطلعها فوق في البسط يعني الكلام ده كده بيوسامي عشرة اللي فوق دي قس سالب خمسة في عشرة قس اتنين في عشرة ثلاثة بعد كده ايه هاخد عشرة واحدة وجمع الأسس تعال نجمع كده اتنين وثلاثة خمسة خمسة ناقس خمسة يعني صفر واي حاجة الصفر بايه بواحد تمام طيب في بقى شوية مسائل كده تعتبر أفكار مسائل بتيجي في اختر الإجابة الصحيحة ومسائل أكمل تعال نشوف مع بعض أربعة أس خمسة زائد أربعة أس خمسة زائد أربعة أس خمسة زائد أربعة أس خمسة بعض الناس تقول لي آه هجمع الأسس يعني هاخد أربعة واحدة واجمع خمسة وخمسة 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 يبقى عشرين الكلام ده غلط ليه أنا بجمع الأسس في الضرب في الضرب بجمع الأسس لكن ده جمع ده ايه ده جمع يبقى ماينفعش أعمل كده الكلام ده بتاع ايه بتاع الضرب في الجمع ماينفعش الكلام ده نعمل ايه بقى يا مستر هقول لك يا معل مش ملاحظ ان هم كلهم زي بعض آه كلهم زي بعض يعني أقدر أخذ أربعة قصة خمسة واحدة عامل مشترك عامل إيه؟ عامل مشترك وطبعا أنا لما بطلع العامل المشترك أنا بأسم عليه يبقى أنا هأسم أربعة قصة خمسة على أربعة قصة خمسة تطلع بكام؟ تطلع بواحد وهأسم أربعة قصة خمسة على نفسها بواحد ودي تطلع واحد ودي كمان واحد بالشكل ده وطبعا واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد كام؟ أربعة يعني الكلام ده كده بيساوي أربعة قصة خمسة في أربعة صح؟ وطبعا في الضرب بقى إيه؟ أجمع الأصص بقى ضرب خليت الجمع ضرب يبقى إيه؟ بتساوي أربعة قصة ستة لأن خمسة وواحد ستة يبقى لما يجيلك مسألة فيها جمع زي دا و تلاقيهم كلهم شبه بعضهم اوعي لغبطك و تجمع الأصص اوعي تعمل إيه؟ طلع عامل مشترك تمام بعد كده نص العدد اتنين قصة عشرة بعض الناس تقولي آه اتنين قصة خمسة مش نص اتنين قصة عشرة اتنين قصة خمسة؟ لأ غلط إيه ده؟ أمال إيه هو الصح؟ هقولك إيه هو الصح؟ مش أنت عشان تخاطر تحسب نص أي حاجة بتقسمها على الاتنين؟ آه إنت عاوز نص اتنين قصة عشرة يعني اتنين قصة عشرة على الاتنين؟ وفي الاسمة بنترح القصص يعني بتساوي اتنين قصة عشرة ناقص واحد تسعة بالشكل ده شفت بقى إيه؟ الفرق بين الإجابة الصحة والإجابة الغلط؟ تمام نفس الفكرة خمسة لعدد خمسة قصة عشرة إيه هو هتقولي خمسة قصة اتنين؟ غلط أما الإيه بقى هو الصح؟ تقسم على الخمسة عاوز النص اقسم على اتنين عاوز التلت اقسم على التلاتة عاوز الربع اقسم على الاربعة عاوز الخمس اقسم على الخمسة يبقى خمسة قصة عشرة على الخمسة وطبعا في الاسمة بطرح القصص يبقى خمسة قصة إيه؟ خمسة قصة تسعة فهمت؟ فهمت إن شاء الله السؤال اللي بعده بيقولك اختصر لأبسط صورة المقدار ده ثم احسب الناتج عندما السين تسوي واحد تعال نختصر الأول مع بعض المقدار ده عندي ايه؟ عندي أربعة قص سين زائد واحد فيه تسعة قص اتنين نقص سين على ستة قص اتنين سين الأساسات مختلفة أحاول أخليها شبه بعض أنا عارف أربعة اتنين قص اتنين وعارف تسعة تلاتة قص اتنين والستة اتنين في تلاتة يا سلام تعال نعمل الكلام ده تعال نشوف الكلام ده كده بيوساوي شرط تكسر اللي تحت سهلة الستة عبارة عن اتنين في تلاتة وهوزع القص هخليه اتنين سين هنا واتنين سين هنا دي معروفة عملناها بلكده كتير تعال نشوف بقى البسط الأربعة عبارة عن اتنين قص اتنين صح؟ وهي أصلاً الأربعة عليها قص يعني اتنين قص اتنين الكل قص سين زائد واحد مصبوط فيه التسعة تلاتة قص اتنين الكل قص اتنين نقص سين شفت ازاي؟ أنا حطيت القص فوقيه قص كمان آه بقى عندي عدد فوقيه اكتر من قص بعمل ايه في الحالة ديات؟ بضرب القصص في بعضها يعني هضرب اللي اتنين في سين زائد واحد وهضرب اتنين في اتنين نقص سين نضرب ازاي؟ هنوزع هضرب اتنين مرة في السين ومرة في الواحد يلا يا معلم الكلام ده كده بيسابي شرط تكسر اتنين قص اضرب اتنين في سين باتنين سين واثنين في واحد باتنين بالشكل ده فيه ثلاثة نفس الكلام اتنين في اتنين باربعة يعني ثلاثة قص اربعة واثنين في سلب سين يبقى سالب اتنين سين بالشكل ده معلم وضحت؟ وضحت والمقام زي ما هو 2 قس 2 سين في 3 قس 2 سين شوفت إزاي؟ دلوقتي بقى عندي إيه اتنين وإتنين تلاتة و ثلاتة هجمعي الأصص إزاي الكلام ده كده بيوسىوي قدل لاتنين اللي فوق بنفس الإشارة واللي تحت بعكس الإشارة اللي فوق ينزل زي ما هو إتنين سين زائل اتنين واللي تحت بعكس الإشارة يبقى إيه؟ يبقى سالب إتنين سين بالشكل ده طيب بعد كده التلاتة أو فيه تلاتة اللي فوق بنفس الإشارة يبقى أربعة سالب اتنين سين واللي تحت يبقى سالب اتنين سين كمان يلا يا معلم تعالوا نجمع لما جمع القصص هنا هتلاقي إن ده هو هو ده بعكس الإشارة يطيره مع بعض فيتبقى عندك اتنين قص اتنين اللي هي بتساوي أربعة صح؟ صح فيه هنا هجمع سالب اتنين سين وسالب اتنين سين سالب اربعة سين يعني بتساوي تلاتة قصة اربعة ناقص اربعة سين فيه حاجة تاني قادر أعملها بس خلاص ده آخري تمام طيب يقولك بقى ايه احسب الناتج عندما السين بتساوي واحد يلا يا معلم بص بقى عندما سين تساوي واحد هشيل السين دي واحطنا مكانها واحد يعني هتساوي ايه هيوساوي اربعة فيه تلاتة قص اربعة ناقص اربعة في واحد بكام باربعة واربعة ناس اربعة ايه صفر يعني اربعة فيه تلاتة قص صفر واي حاجة والصفر بايه بواحد والواحد في الضرب ما لوش لازمة يعني بتساوي اربعة بس كده يا معلم طيب السؤال اللي بعد بيقول لك اذا كان خمسة قص سين بيساوي اتنين يبقى خمسة قص سالب سين بيساوي كام دي بقى نحلها ازاي بص معلم تعال نعدل دية بحيث ان احنا نقدر نحلها نعدلها ازاي مش القص سالب اه سالب سين الاوص سالب يبقى سبعة وعشرين أسسين بيساوي كام؟ سبعة وعشرين وهنا تلاتة آه طب ما أنا عارف إن السبعة وعشرين دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن تلاتة أس تلاتة صح؟ يعني سبعة وعشرين أسسين دي بتساوي تلاتة أس تلاتة الكل أسسين صح؟ طب أنا هسألك سؤال مش هنا عارفين لما يبقى العدد عليه أكتر من أس بيقوموا ضربين في بعض آه طب هو عدم المؤخذة هيفرق لو كانت تلاتة أس تلاتة أسسين من تلاتة أسسين أس تلاتة عملت إيه؟ بدلت الأسس بدلتهم ما هو كده كده مضربين في بعض فممكن أبدلهم عادي مش هيفرق بقى من اللي تجوا من اللي برا كده كده في الآخر هضرة بالتلاتة في السين وهنا هضرة بالتلاتة في السين صح؟ مزبوط طب أنا عملت كده ليه؟ لأنه هو مديني تلاتة أسسين بكام؟ باتنين يعني تلاتة أسسين اللي جوه ديت بكام؟ باتنين يبقى الكلام ده كده بيساوي اتنين أس تلاتة بيساوي تماني طيب السؤال اللي بعده اتنين أسسين بتساوي خمسة اوجد قيمة اتنين أسسين زائد اتنين يعني سين زائد اتنين ده الأسس كله على بعضه كده نحلها ازاي دي؟ بصي معنا مش هنا القص عبارة عن مقدار؟ آه سين زائد اتنين يعني السين مجموعة على الاتنين مجموعين على بعض طب أنا إمتى بجمع القصص؟ أنا بجمع القصص في الضرب صح؟ بجمع القصص مع الضرب زي هنا كده آه يعني عاوز تقولي يا مستر عاوز أقولك إن اتنين قص سين زائد اتنين مش هي هي تعتبر كانت عبارة عن اتنين قص سين في اتنين قص اتنين آه ما هو أنا لو عندي اتنين قص سين في اتنين قص اتنين لما جي أجمع القصص هتيبقى اتنين وسين زائد اتنين بالشكل ده آه يعني أنا عكستها هو مديني القص مجموع روحت أنا إيه؟ روحت أنا فارده خلتها اتنين قص سين في اتنين قص اتنين مهام وهو مديني اتنين قص سين بكام بخمسة؟ يبقى الكلام ده كده بيوساوي كام ديت بكام بخمسة؟ في اتنين قص اتنين باربعة بعف خمسة بعشرين طب قدر قدر كده حذر فذر نفس المسألة بالزبط بس مدل ما قالك سين زائد اتنين قالك سين ناقص اتنين نحلها بقى ازاي كده؟ ولا فيها اي مشكلة قبل كده كان جمع فقلت أنا في الضرب بجمع القصص دلوقت بقى طرح طب أنا إمتى بطرح القصص؟ في الاسمة فأنا ممكن الطرح ده أخليه اسمة يعني اتنين قص سين ناقص اتنين هخليها اتنين قص سين على اتنين قص اتنين مش أنا هنا لو جيت بقسم كنت هطرح القصص يعني سين ناقص اتنين اهي رجعتها للأصل بتاعها تاني وهو مديني اتنين قص سين بكم؟ بخمسة يعني الكلام ده كده بيوجد ساوي اتنين قص سين اللي هي خمسة على اتنين قص اتنين بكم؟ باربعة يبقى خمسة على الاربعة طيب دلوقتي يا صديقي عندك التلات مسائل دول اول مسألة بيقولك اذا كان سبعة قص سين بتساوي خمسة اوجد قيمة سبعة قص سالب سين هنا خمسة قص ساب بتساوي تسعة عاوز مية خمسة وعشرين صاد هنا تلاتة قص نون زائد واحد بتساوي ستة اوجد قيمة تلاتة قص نون تلات مسائل نفس الفكرة بتاعت التلات مسائل اللي قبلهم عاوزك تمسك الورقة والقلم وتحل التلاتة دول واحد اتنين تلاتة يلا معلم يلا يا باشا كده مع بعض نحلهم سوا اول واحدة عندك سبعة قص سالب سين هي هي واحد على سبعة قص سين يعني بتساوي واحد على سبعة قص سين بكم؟ بخمسة بس يا معلم التانية عندك مية خمسة وعشرين قص صاد والمية خمسة وعشرين هي عبارة عن خمسة قص تلاتة صح؟ يعني خمسة قص تلاتة قص صاد زي ما عملنا قبل كده عادي ابديلهم مفيش مشكلة يبقى خمسة قص صاد الكل قص تلاتة يعني بتساوي خمسة قص صاد بيكم؟ تسعة قص تلاتة اخر واحدة بقى دي بقى فكرتها ايه؟ فيها لعب شوية لانه هو هنا عاوز يجيب تلاتة قص نون ومديك تلاتة قص نون زائد واحد ولا فيها اي مشكلة مش تلاتة قص نون زائد واحد هي هي تلاتة قص نون في تلاتة قص واحد آه وطبعا تلاتة قص واحد هي هي تلاتة ما الواحد منوش لازمة بيساوي كم؟ بتساوي ستة انت عاوز دي صح؟ طب ما تقسم هنا عاوز تلاتة وهنا عاوز تلاتة عشان دي تروح معادي يتبقى عندك تلاتة قص نون بتساوي ستة على الثلاثة فيها الاتنين بس قرنب اللي عندك بقى شوف انت حلت صح ولا غلط طيب اخر مسألة بقى معنا النهاردة عشان خطر بقى الواحد تعب باسم النارحمن الرحيم اسبت ان ده بيوساوي ده لما يقولك اسبت يبقى انت عندك يوساوي وطرفين طرف ايمن وطرف ايصر هتحل الطرف الايمن ولو طلع في الاخر بيوساوي الطرف الايصر يبقى انت كده شغل في السليم لو ما طلعش بقى انت عندك غلط حلت حاجة غلط في النصر ترجع خطواتك تاني طيب يلا يا معلم هنمسك دلوقتي الطرف الايمن بيوساوي يلا معلم طرف الايمن عبارة عن شرط تكسر 27 اسسين ناقص واحد وتمانية اسسين وعندي هنا اتنين جزر اتنين وعندي هنا تلاتة وجزر تلاتة طيب صلى على الرسول انا ملاحظ ان عندي هنا اتنين وعندي ثلاثة والسبعة وعشرين مش هي عبارة عن ثلاثة قص ثلاثة اه والتمانية مش اتنين قص ثلاثة اه يبقى ثلاثة قص ثلاثة قص سين ناقص واحد في اتنين قص ثلاثة قص سين تحت بقى زي ما كنا نعمل على طول هنوزع القص هتبقى ثلاثة اتنين سين في جزر اتنين قص اتنين سين في تلاتة قص اتنين سين في جزر تلاتة قص اتنين سين طيب يلا معلم نشوف الكلام ده كده بيسوي كام شرط تكسر هنا انا عندي اكتر من قص هعمل ايه هضرب القص في بعضها هضرب ثلاثة في سين بتلاتة سين يبقى ثلاثة قص ثلاثة سين وتلاتة في سالب واحد يبقى سالب تلاتة تمام هنا نفس الموضوع في اتنين قص ثلاثة سين بالشكل ده تمام تحت في المقام عندي اتنين قص اتنين سين ما فيهاش حاجات تعمل في جزر اتنين قص اتنين سين مش احنا اتفقنا ان الجزر بيقسم القص على الاتنين اه طب لما قسم اتنين سين على الاتنين تديني ايه سين واحدة بس يعني عبارة عن اتنين قص سين اسمت القص على الاتنين الجزر هيقسم القص على الاتنين في ثلاثة قص اتنين سين مفيهاش حاجة نفس الموضوع برضو ثلاثة قص سين عملت ايه الجزر هيقسم القص على الاتنين تمام دلوقتي بقت كلها اتنينات وثلاثات تعال انجمع القصص الكلام ده كده بيو ساوي ثلاثة وجمع كل القصص اللي فوق التلاثة اللي فوق بنفس الاشارة اللي فوق بنفس الاشارة ثلاثة سين نقص ثلاثة أو 3 سين ناقص 3 واللي تحت بعكس الإشارة 2 سين تبقى سالب 2 سين وسين تبقى سالب سين بعد كده في 2 اللي فوق بنفس الإشارة يبقى 3 سين واللي تحت بعكس الإشارة يبقى سالب 2 سين وسالب سين بالشكل ده تعالى بقى نجمع 3 ناقص 2 واحد ناقص سين يعني الكلام ده كده كله بصفر ده مع ده مع ده ويتبقى عندك يا باشا 3 قص سالب 3 حلو في 2 وتعالى نجمع 3 ناقص 2 واحد ناقص سين يعني برضو كل الكلام ده كده بيساوي ايه بيساوي صفر الكلام ده كده بيساوي اي حاجة قص صفر بواحد صح يعني دي كده ملهاش لازم بواحد يتفضل عندنا 3 قص سالب 3 القص السالب نخليه مجب ازاي اقلب وشاقلب يعني واحد على 3 قص 3 اللي بتساوي واحد على 27 ابا بص بص اللهم صل على النبي يعني الكلام ده كده بيساوي الطرف الايسر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده تكون خلصنا حصتنا النهاردة اتمنى درسنا النهاردة كان درس جميل لذيذ علينا جميعا لو فهمت اي حاجة دعمنا باللايك الجميل واشتري في القناة لو انت مش مشارك عشان قاعدة تابعة الدروس وفي الغتام سبحانك العلمانا الا ما علمتنا انك انت العلم الحكيم والسلام عليكم